المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة نظمت دورة تكوينية لفائدة ثلة من الصحفيين المهنيين حول تقنيات التحرير الصحفي هذا النشاط أيضا هو ترجمة لرغبة أو لوعي وزارة ثقافة والاتصال قطع الاتصال بأهمية التكوين المستمر لفائدة صحفيين المهنيين وذلك لما لهم من انعكاسات إيجابية على الأداء المهني للفاعلين في الميدان وخاصة عندما يتعلق الأمر بإطلاعهم على المناهج الحديثة والمقاربات الجديدة في تقنيات التحرير الصحفي وفي المعالجة التحليلية لجميع الأجناس الصحفية وعلى رأسها المقال والخبر تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز مهارات الصحفيين في مجال الكتابة الصحفية وخصوصا فيما يتعلق بالأجناس الصحفية الكبرى وكذلك الأسلوب الصحفي كما أنها ترمي إلى تمكين الصحفيين من ضبط قواعد وأخلاقية المهنة وطرق احترامها أثناء التحرير الصحفي هذه الدورة التكوينية ترم تمكين عدد من الصحفيين المهنيين الممارسين بمختلف وسائل الأعلام الرقمية والمكتوبة بطنجة من تقنيات التحرير الصحفي بين النظري والتطبيقي